بما يعارض النص يناكفون أيضا وإن لم يناكفوا النص صراحة ناكفوه بالمعنى فقالوا ليس لكم أن تأطرون على فهمكم نعم هو بالنسبة من يقول أني أكتصر على القرآن ولا أخرج عن القرآن إلا بما أمر الله بلا بما بينه الله سبحانه وتعالى وذل عليه في كتابه نقول الله جل وعلا قد دلنا إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرن الله طاعة نبيه بطاعته جل وعلا ويقول الله سبحانه وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول فأمرنا الله عز وجل بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام بل قرن معصية النبي بمعصية الله عز وجل ومن يأصي لها ورسوله وكذلك أيضا فإن الله جل وعلا قد جعل النبي مبينا للقرآن ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لأمتي قال ثم إنا علينا بيانه يعني تفسير القرآن وتفسير القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل حينما أمرنا بطاعة نبيه وطاعته إذا كانت متضمنة لنص القرآن فما فما الحاجة في ذلك إلى أن يطاع النبي عليه الصلاة والسلام النص في القرآن وإنما يقال نحن من أهل القرآن فنأخذ ما جاء في القرآن مما يدل على أن النبي يفسر القرآن بما جاء فيه ثم أيضا من يقول أنه لا بد أن أخذ بالنص الذي جاء في القرآن ولا أخرج عنه فكيف يصلي الصلاوات الخامس وليس في القرآن بيان ذلك فلا بيان ركعات الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولكذلك أيضا مقادير أنصباء الزكاة من جهة بهيمة الأنعام والذهب والفضة وإنما هو أمر عام فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين تلك الأحكام التي بيّنها الله عز وجل على سبيل الإشمال وليهذا من أعظم مهام السنة النبوية ويوحي من الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى فالشريعة من جهة الحقيقة هي متضمنة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ثمت خصيصة لكلام الله جل وعلا وهذه الخصيصة التي جعلها الله عز وجل لكلامه ليست لغيرهم من الكلام لا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان المعنى من الله جل وعلا فكلام الله وهو القرآن كما في قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله فهو القرآن متضمن للمعنى وهو المعنى الذي أراده الله جل وعلا وبالنسبة للكلام الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث النبوي هو الكلام والحروف من رسول الله والمعنى من الله جل وعلا فإذا صح الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وكانت دلالة في ذلك ظاهرة فإنه لا مجال إلا للأخذ بذلك والمخالفة عن ذلك مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فالجاحد للسنة ويقول لا يوجد سنة يلزم من ذلك أن يجحد كثيرا من الشرائع وهذا مستزيم للكفر بالله سبحانه وتعالى ثم أيضا ما مهمة الأنبياء إذا كان النبي لا يطاع بقوله وفعله وتقريره وسنة التي يدل بها العباد فمن حاجة في ذلك حينئذ إلى بعث الرسل وإنما تنزل كتب ثم يأتي النبي بكتاب ثم يعطيه الناس ثم يمضي ولا حاجة إلي أن يخاطب الناس ثم يدلهم ثم يأمهم ثم يغزو بهم ثم يرشدهم ويأمرهم وكذلك أيضا يقرهم على كثير من الأفعال وهذا من التلبيسات أيضا من طرائق أهل الأهواء أنهم إذا أرادوا أن يتملصوا من أحكام شرعية تملصوا بها بتقعيدات والنفوس إذا أرادت شيئا سولت للنفس أو سولت للعقل أن يؤصلها بشيء من التأصيل المنطقي وذلك إذا لم تجد تأصيلا منطقيا قامت وركبت العقل واستبدت بشيء من الحار والجحود كما كان كفار قريش لما رأوا الحجة من جهة الأصل الذي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا أن يردوا عليها لما لم استطاعوا قاموا بالجحد جحد النبوة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن هذا باب إذا أغلقت ما وراءه جميعا ولهذا لما وقع النبي عليه الصلاة والسلام معهم صلح حديبيا وكتب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك محمد بن عبد الله ومحمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب بعد ذلك محمد بن عبد الله والمراد من هذا أن النبي عليه الصلاة والكفار قريش حينما عجزوا عن مواجهة الأدلة التفصيلية قالوا نغلق الباب بكامله وهؤلاء لما أرادوا أن يتمردوا على الشريعة قالوا نغلق الباب بكامله وذلك أن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء فإذا كان لم يفرط الله عز وجل في كتابه من شيء حينئذ أي شيء خارج عنه هو قد حم في الكتاب كما يزعمون بل نقول إن الكتاب إذا أطلقه هو شامل للكتاب والسنة وقد دلت الأدلة على ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نقول إن النص إذا أطلقه شامل للقرآن وشامل للسنة والكتاب إذا أطلقه شامل للقرآن وشامل للسنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث زيد بن خالد الجهني أن رجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا يعني عند هذا يعني يرعى له غنمه قال فزنى بمرأتي إلى آخر الخبر يقول ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله قال النبي والذي نفسي بيده لأقضينا بينكما بكتاب الله فقط النبي جملة من الأحكام منها ما هو في القرآن ومنها ما نبيكم في القرآن مع ذلك أقسم النبي أنها من كتاب الله فنقول إن السنة هي من كتاب الله لأنها وحي أن الله جل وعلا يقول وما ينطق عنه وإن هو إلا وحيوح فكان عبد الله بن مسعود عليه رضان الله إذا سئل عن مسألة من المسائل وطلب دليلا من السنة قال هي في دليلا من القرآن قال هي في القرآن إن الله عز وجل يقول أطيع الله وأطيع الرسول يعني الله أمرنا بطاعة نبيه بما جاء فيه الأحكام لهذا النبي كان توصيته في آخر أمره كما جاء فيه السنن وغيره قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده لأنها تدل على سنتي لا أنها سنة تشريعية بذاتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال المهديين يعني أنهم يهدون إلى طريق لا يستقلون بأمره وهذا من الآيات بأن هؤلاء يثبتهم الله عز وجل بعد نبيه عليه الصلاة والسلام من أراد